مشاهدين التساع صباحا مع موجز الأهم الإنباء معالمي حمدين تفضل يلا شكرا جمعنا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تناول العلاقات الأخوية على مختلف الأصعيدة بين مصر والبحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة بما يحاقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية كما استعرض الزعيمين خلال لقائهم الأخوية عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهة النظر والرؤى بشأنها حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنصيق بين البلدين الشقيقين والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز ألية العمل العربي المشترك سعيا نحو صون حالة الأمن والسلم في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة كما استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه دار لقاء أخوي بين الرئيسين تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء الأخوي بحث كذلك سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وألية التعاون المشترك بين الدولتين بما في ذلك المجالة الاقتصادية والتنموية على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار وبحث الرئيسان كذلك مستجدات الأوضاع الأقليمية والدولية حيث تطبقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنمية في المنطقة والعالم وأكد الرئيسان حرصهم على مواصلة التنصيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الاتشادية للمشاركة في الاجتماع الأول للآليات الوزارية والمنبطقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم الثالث عشر من يوليو الماضي بالقاهرة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الخارجية أن وزراء خارجية الدول الجوار سوف يبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية وتأثيرتها على الشعب السوداني وتدعيتها الإقليمية والدولية وأضف أن الاجتماع يهدف إلى وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه أعلنت هيئة قناة السويس استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من التفريعة الشرقية 51 كيلو ترقيم قناة وذكرت الهيئة في بيان أن أعمال انتشار القاطرة الغارقة ستبدأ عقب مرور السفنة الأخيرة من قافلة الجنوب وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة وأعلنت هيئة قناة السويس أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة تشاينجاز والقاطرة فهد ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة إلى الولايات المتحدة تستمر مباحثات مستشار الأمن الوطني وممثل عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة السعودية لليوم الثاني على التوالي حيث من المتوقع أن يصدر الاجتماع بيانا ختاميا بعد انتهاء اجتماعات اليوم واختتم اليوم الأول للمباحثات بمشاركة أكثر من أربعين دولة حيث قدمت خلاله أوكرانيا صيغة سلام من عشر نقاط لمناقشتها وأكد مصدرنا بالوفد الأوكراني أن صيغة السلام التي قدمتها أوكرانيا في جدة دعمتها دول عدة رفعت السلطات في شمال شرق الصين مستوى الاستجابة للطوارئ مع ارتفاع روافد من نهر سوهانجو إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة النجيمة عن العصار وكان قرابة مليون شخص قد نسحوا من منازلهم في مناطق بشمال الصين بعد أمطار غزيرة أكبرت السلطات على تصريف المياه من الأنهار التي فاضت على ضفافها إلى بعض المناطق السكنية لتخزينها الأمر الذي أثار موجة غضب على الانترنت بسبب التضحية بالمنازل لإنقاذ العاصمة بكين شارك أكثر من ألف ومائة من رجال الإطفاء وأربعة عشر طائرة تحمل المياه في جهود لسيطرة على حريق غابات هائل في منطقة كاستيلو برانكو بوسط البرتغال وتسبب الحريق في تدمير مساحة تقدر بنحو ستين كيلو متر مربعا من الغابات والشجيرات وأجلت السلطات نحو مائة شخص من ساكين القرى احترازيا لكن قائد الدفاع المدنية جوديراتو أكد أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في المنازل بسبب الحريق مشاهدين انتهى مجزء التساعة نعود باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل